طيب مشاهدين خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لموضوعه هام جدا مبارح سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مجموعة من التوجيهات الهامة جدا من بينها تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم وأحكام السيطرة على المخابس ده بالإضافة لتوجيهات خاصة بتوفير السرع خلينا نتكلم عن القرارات دي بالتفصيل مع دكتور وليد جباله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سبع الخير يا دكتور وأهلا بك معنا في سبع الخير يا مصر أهلا وسهلا سيدة جمانة أهلا وسهلا وسهلا سيدة السامة أهلا وسهلا بكم سعيد مبودي أهلا بكم أهلا طبعا أسعد يعني في البداية يا دكتور حقيقة كان فيه تخوف من فكرة ارتفاع سعر الخبز تحديدا وشفنا قرارات اللي خرجت إمبارح بتحديد سعر رغيف الخبز الحر خلينا نعرف من حضرتك معنى هذا القرار ونشرحه للسيدة المشاهدين وأهميته طبعا بالتأكيد خلينا نضع أساس أن في الاقتصاد الحر اللي مصر بتسلك مصاره حاليا لا مجال نهائيا للتسعير الجبرائي طب خلينا يعني مارش أبدأ معاك بردو عشان نستفهمنا أكتر يعني إيه اقتصاد حر اقتصاد حر أن الكطاع الخاص بيكون حر فيه اختيار المشروع بتاعه حر فيه اختيار المؤرد اللي هيورد منه المؤادة الخام بتاعته حر فيه التسعير فبتكون وزارة التموين دورها في الرقابة مش دور متعلق بتحديد السعر دور متعلق بتحديد الجودة وبأن المنتج لو كان المنتج مسعر من المصدر أن التاجر يلتزم به التسعير اللي موجودة على المنتج لكن فكرة التسعير الجبرية كا قاعدة عامة لا يعرفها الاقتصاد المصري حاليا طيب الحكومة بتتعامل إزاي عشان تضبط السوق في مجال الجشع التجار بتعمل إيه تابعنا إزاي إن الدولة توسعت فيه مشروعات إنتاج السلع الأساسية اللي بتضخها من خلال المنافذ الحكومية اللي بتقفل بيها السعر لأن أنا لما بلاقي السعر في سعر اللحمة في المجمع الحكومي في السيارات الحكومية سيارات الدولة بأنواحها بكل مؤسستها أو في المنافذ الحكومية أو في المعارض معرض أهلا رمضان معرض أهلا بالمدارس كل هذه المعارض أنا لما بلاقي سعر محدد في هذا المعرض يمكن أسيب المعرض وأشتري من الكتاع الخاص لو كان بفرق محدود متأثرا بالترويج بخدمة أفضل بخرب مسافة بأشياء كثيرة لكن وجود البديل في المنفذ الحكومي ما بيعطيش فرصة للتاجر أنه يعمل فرق كبير في السعر هو ده ده الألية اللي الدولة بتطبط بها الأسعار أنها بتوفر البديل بسعر أقل وبجودة كمان وما بتكونش بتتعمد أنها تخسر التاجر لأنها كمان هو ليه المنفذ الحكومي يقدر يبيع أقل من كده هو مش هدف المنفذ الحكومي أنه يخسر التاجر ولكن هدف المنفذ الحكومي أنه رائب السوق الدولة بترائب السوق وبترائب هامش الربح بصورة أن هي بتبيع منتج لكن مش عايزة تخسر التاجر اللي موجود عشان تحافظ عليه لأن احنا في الأساس بندعم القطاع الخاص في الأساس مصر دولة بتشجع القطاع الخاص ولكن إذا قام القطاع الخاص بممارسات درة فيجب على الدولة أن هي تتصدى إليها هناك العديد من الأليات اللي الدولة ممكن تتصدى للممارسات الدرة من القطاع الخاص آخرها هي التسعيرة الجبرية مش أولها آخرها وده أعتقد التسعيرة دي السبب الرئيسي فيها هو الظروف الاستثنائية اللي موجود فيها مش هقول البلد لأن العالم ككل بيمر بهذه الظروف الاستثنائية لكن توجهات السيد الرئيسي مبارح بتسعير رغيف الخبز الحر دي هتتم إزاي عليه التنفيذها وأهميتها بالضبط بالضبط كده في مجال الظروف الاستثنائية مصر وكل الدول العالم حتى أكبر الاقتصادات في العالم اللي بتمارس الاقتصاد الحر حتى في أمريكا في كورونا الحكومة ألزمت المصانع أنها تنتج الزمزمات التوبية أحنا هنا في مصر استنادا على حالة الضرورة صدر التوجيه من السيد الرئيس بأنه يكون هناك تسعير جابري لهذا المنتج استنادا إلى ظروف استثنائية وأعتقد أنها تكون فترة مؤقتة لحين زوال الظرف الاستثنائي مع الحفاظ على سوابتنا الاقتصادية إزاي أنه نطبق ده مبدئيا مبدئيا لازم نعرف أن هذا الأمر سمر من صبار البرنامج إصلاح الاقتصادي لأنه لما كنا بنتسئل هو فين سمر برنامج الإصلاح الاقتصادي هذه أحدى سمراته لأن الدولة القوية الدولة القادرة الدولة صاحبة القدرة المالية التي تقدر تمول بها تسعير جابري لأن أول آليات التسعير الجابري أن الدولة تورد دقيق أو تكون جاهزة بتوريد دقيق يعني هو المنتج هيكون عنده الخيار بقول له إذا كان الدقيق غالي عليك أنا هوردلك دقيق بسعر مناسب إذا كنت بتغلي السعر علشان بتقول أن الدقيق غالي أنا هوردلك السعر لحظة هنا أنا هنا هتعامل مع المخابز الحرة زيها زي المخابز اللي بتخضع لإشراف وزارة التموين هيكون ليه حصة من الدقيق صحيح أليات التنفيذ هو صدر التوجيه من السيد الرئيس أمس بيجي في المسؤولين التنفيذيين بيدرسوا بدائل لتطبيق هذا التوجيه هناك عدة بدائل لهذا الأمر منها بديل أن الدولة تشجع المخابز اللي بتبيع سعر العيش المدعم أن يكون عندها أوقات إضافية للبيع بسعر حر بالتسعير الجبرية هناك آلية أخرى متعلقة بأن يكون هناك مبادرة للمخابز أن هي الحرة أنها تنضم إليها مع توفير الدقيق هناك آلية متعلقة بإجبار الجميع بأن يكون هناك سلاسة أوزان معينة للغيف الجميع بدون استثناء أن هو يبيع بهذا الشأن مع تدبير الدولة ما هو الأساس هو تدبير الدولة الدقيق بسعر معين العنصر الآخر هو دراسة التكلفة ودراسة تكلفة الرغيف من عمالة ومياه وكهرباء وغير ذلك بحيث أن هذا المنتج ما يقفلش هو مش الهدف أن صاحب المخبز ما هو صاحب المخبز الحر لو لا نفسه بيخسر هو هيقفل صحيح هو مش ده الهدف هو الهدف أنه يكسب ولكن يكسب مكسب طبيعي في إطار الظروف الطبيعية مصر لم تتأثر بتدعيات كورونا ولازلنا لم نشتري القمح بالأسعار العالمية حتى الآن الأمح اللي موجود معنا وهيكفينا أربع شهور تم استراده بالفعل الأمح المصري هيدخل ابتداء من الأسبوع الثاني من إبريل يبدأ حصاد الأمح المصري الأمح المصري طبعا برضو هيكفينا وهنكمل 20-22 دون التأثر بذلك وأنا لا أعتقد أن الحرب الأوكرانية ستستمر إلى بعد 20-22 يعني بننتظر في أي وقت من الممكن الإعلان عن وقف إطلاق النار في هذه الحرب كم مفاولات شغالة ده أنا يعني عايز أقول لحضرتك حاجة أن حجم الإنتاج الأمح في أوكرانيا مسم الأمح في أوكرانيا السنة دي محقق معدلات إنتاج قياسية كبيرة جدا أكبر من أي سنة فبمجرد وقف إطلاق النار الأمح الأوكراني والأمح الروسي الأسعار ستنزل بصورة كبيرة جدا لأنه لما بنيجي نتكلم فيه سوف عم سمع ليش يا دكتور يعني أنا هنا عاوز أرد بلسان المواطن المصري اللي دايما بيقولك جارة العادة أن الحاجات اللي بترتفع ما بتنزلش دا دايما الكل بيقول كده هو دا صحيح ولكن دا صحيح بالنسبة للاقتصاد الغير رسمي والمشروعات الغير رسمية والدولة بتدفع حاليا الاقتصاد إلى عادة هيكلة ليه قطاعات كتير من ضمنها قطاع التجارة الداخلية يعني من المفارقات اللي احنا بنشوفها في مصر إن الهايبرز الكبيرة بتقدم عروض وأسعارها بتنزل وأسعارها بترتفع ارتباطا بالأسعار بينما التجر العادي حتى لو حصل على خصم تجاري من المنتج ما بيرحلوش للمستهل لأنه ممكن ما يكونش أصلا يكون خارج الإطار هو ما عندهش سجل تجاري ما عندهش تجارة ضربية هو خارج إطار رسمية هو دا اللي فعلا لما بيرفع السعر بيكون صعب عليه أنه يرجعه لكن النهاردة مع انتشار الهايبرز في كل المحافظات وفي المدن والسوبر ماركت الكبيرة اللي موجودة النهاردة بتدت تنتشر حتى المدن الزغيرة أصبح فيها السداد أصبح بالإتئمة وأصبح بكارت ميزة اللي بتقوم بالدولة وده هرجع برضو أقول ده السمار التطوير وسمار الإصلاح فكون الرغيف أو بصفة عامة المنتجات ممكن ترخص لا الاقتصاد المنصري لأن يعرف انخفاض الأسعار ولكن هي بتيجي هم يعني بخلينا أقول بالبلد كده بيتحكوا علينا أنهما يعمل إيه لما يرخص يقول أنا هعمل عرض فاحنا نفرح أنهو عرض هو في حقيقته لا بس أحيني دكتور العرض بيبقى الفترة معانا مش بيزبط طب خاني يرجع مع حضرك تاني لكلام وحديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوجه طبعا سيادته بأنه توفير السلع الاستراتيجية لست شهور وتنويع مصادرها يعني ست شهور في وقت راهن زي ما احنا بنتكلم فيه أزمة روسية أوكرانية فيه مشاكل فيه سلاسل الإمداد والسلع التموينية فيه أصلا أزمة تضخم سبقة في العالم كله زي نقدر نعمل ده وإحنا بنتكلم فيه سلع متعددة مع تنويع مصادرها البداية لازم أقول أن هناك إجراءات استباقية قامت بها الدولة المصرية من قبل كده وتوجيه السيد الرئيس كان قبل أي أزمة ومع بداية برنامج الإصلاح الاقتصاد وفي عز الظروف مصر الصعبة كان هناك توجيهات بوجود احتياطي من كل السلع الأساسية مشروع الصوامع اللي ما كناش عارفين إمته اللي انتشر في كل المحافظات اللي النهاردة بيساعدنا على أن يكون عندنا بالفعل احتياطي بهذا الشكل ولازال المشروع وفيه توجيه من السيد الرئيس باستكمال هذا المشروع بالتوسع في مجال الصوامع مشروع أن يكون عندنا احتياطي من المنتجات البترولية احتياطي من السلع الأساسية هذا الأمر كانت توجيهات سابقة من السيد الرئيس ونجحت بصورة كبيرة جدا والتوجيه الآن هو الاستمرار في هذا التحدي يعني أنا كنت كان قبل كده حتى وزير المالية في مؤتمر كان بيتحدث عن أن وزارة التموين دايما بتطلب شراء سلع أساسية لفترات طويلة يعني هو في وزارة المالية يقول لي بيدفع فأقول أنت مستعجل ليه يقول لا أنا عندي التزام نعمل الأحتياط الاستراتيجي أن يكون عندي احتياط استراتيجي فالتوجيه بأن الأحتياط الاستراتيجي يكون لا يقل عن ستة شهور فيه السلع والمنتجات الأساسية ده شيء كويس جدا ولكن هي القدرة على تنفيذه برضو هرجع وهقول القدرة على تنفيذه هي قدرة مصر المالية اللي اكتسبتها من برنامج إصلاح اقتصادي اللي كان قرار قوي جدا وشجاع من السيد الرئيس وقلنا واسقين في السيد الرئيس وتحملنا هو ده نتيجة التحمل بتاعنا أن الدولة أصبحت قادرة على مساندة المواطن خلال أزمة وتدعيات كورونا اللي استمرت لفترة طويلة أكتر من سنتين ورغم إنهاك والمخصصات المالية الكبيرة اللي تم تخصصها في إجراءات مساندة كورونا شايفين أن الدولة لازالت قادرة على أنها تضبط الأسواق وتقدم إجراءات مساندة زي التوريد الأمح بأسعار محددة وزي شيء مهم جدا وهو تقديم حافز وزيادة سعر التوريد دي نقطة بقى لك أتكلم مع حضرتك فيها فكرة وجود حوافز إضافية لتوريد الأمح عايزة أعرف من حضرتك يعني سريعا جدا الحوافز دي شكراها تكون إيه وإزاي هتفرق في أن نحن نتخطى الأزمة مش هقول أزمة مصرية هكلم أن هي أزمة عالمية بالعكس مصر بتتخطها بشكل جيد جدا هناك قرارين مربطين ببعض عشان فيه القرار الأول بعض الناس ما كانتش فاهمان قرار منع تصدير الأمح والفول والعتس وهذا الأمر المنع ده مش معناه أن احنا كنا بنصدر ولكن ما كانش فيه قرار تشريعي معين يمنع شخص أنه يجمع الأمح في مصر يتحدى الحكومة وسعر التوريد الحكومي ويجمع الأمح ويصدره رغم الأزمة فالقرار منع الدولة من ذلك نيجي بعد كده في المقابل الدولة لما منعت تصدير الأمح قالت لا أنا هشتريه بسعر مناسب فقدمت أولا هي رفعت سعر الأمح قبل كده والنهار ده بنقدم حافز إضافي الحافز هيكون عبارة عن زيادة في السعر للفلاح أنه هو هيورد بسعر بالإضافة إليه مبلغ إضافي مع التوريد هيتم تحديده بحيث يتم تشجيع الفلاحين أنه هم يوردوا كل الكميات اللي عندهم أو معظمها إلى الجهة الحكومية المختصة بحيث يتم دعم الرصيد لأكبر فترة ممكنة وتشجيع الفلاح ودعم الفلاح أكيد فأنا نشكر حضرات جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإضاحات دكتور وليد جبال عضو الجمعية المصرية لإقتصاد والإحصاء والتشريين ووردين أفعل شكرا جدا